موسيقى مجزء لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم بعد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة بمناسبة احتفالات الشعب البحريني الشقيق بالعيد الوطني ونوها فخامة الرئيس بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يجمع بلدين وشعبين من أواصل المحبة والإخاء مثمنا مواقف البحرين الدعمة لليمن ولشرعية اليمنيين في مواجهتهم للميليشيات الحوثية الإيرانية وأكد أن هذه المواقف الأخوية التي قدمتها البحرين في إطار دول التحالف وتضحيات اليسيمة من أبناء البحرين على تراب اليمن الطاهر ستظل حاضرة في أذهان اليمنيين الذين يقفون إلى جوار أمن البحرين واستقرارها وعبر رئيس اليمهورية عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة العيد الوطني سائل المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصب إليه من رفعة وتقدم وازدهار أطلع محافظ شبوى علي الحارثي فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع العسكرية في المحافظة والانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش الوطني من مختلف الألوية والوحدات العسكرية المسنودة بطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ونقل الحارثي في اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس تحيات قيادة وجنود الجيش الوطني بمحافظة شبوى الذين يستطرون ملاحم بطولية وهم يطهرون بقية مناطق المحافظة من الميليشيات الانقلابية مؤكدا أن بيحان عادت إلى وضعها الطبيعي في أحضان الجمهورية ومنها وعبرها سيتم استعادة جميع المناطق في اليمن وهنأ فخامة الرئيس الجميع بالانتصارات المستحقة على فلول التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية التي عاثت في الأرض فسادا وحانت ساعة النصر لتطهير الوطن من شرورها بفضل تكاتف وتلاحم جميع أبناء الوطن المؤمنين باليمن الاتحادي العادل الذي يعيش الجميع تحت راياته في أمن وأمان واستقرار وعدلة ومساواة أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين بكل من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد جبران وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاهل لواء مفرح بحيبح لمتابعة العمليات العسكرية لأبطال الجيش الوطني في بيحان والانتصارات الكبيرة التي أحرزها الأبطال وشاد نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصالين الهاتفيين بالبطولات وتضحيات التي سجلها أبطال الجيش في ميادين البطولة والعزة والشرف مثمنا دعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهامهما الكبير في تحقيق هذا الانتصار ودعمها المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر الميليشيات الحوثية الإيرانية أكد مدير عام مديرية عسيلان في محافظة شبوى على الحجري تحرير الجيش الوطني مدينة النقوب وبلدات الصفحة ومفرق السعدي وقرون وبن سبعان بالمديرية وسيطرت على معسكر مبلغ الاستراتيجية الذي يمثل قاعدة الإمداد والتدريب لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في بيحان وأشد بأهمية هذه الانتصارات التي وصفها بالهامة على فلول الميليشيات الإنقلابية منوها بتضحيات أبطال الجيش الوطني وبسالتهم في مواجهة الميليشيات الإنقلابية وقال الحجري أن أبطال الجيش الوطني في محور بيحان صنعوا اليوم ملحمة من الانتصارات العسكرية الكبيرة على فلول الميليشيات الإمامية أحبط الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإيرانية على مديرية الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة بتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الميليشيات الإنقلابية والتي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وقالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني أفشل محاولة تسلل لميليشيات على شمالي وشرقي مديرية الخوخة حيث دارت معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وبمشاركة قوات التحالف العربي وأسفرت عن مقتل عشرات من الميليشيات الإنقلابية وتدمير معداتهم العسكرية كبدت قوات الجيش الوطني ميليشيات الحوث الإيرانية خسائر فادحة خلال معارك الضارية شهدتها عدد من المواقع في جبهة مديرية مقبنة غربي تعز وقال مصدر عسكرية أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك الضارية مع الميليشيات الإنقلابية تركزت في محيط جبل البرقة والبركنة وفي المضابي والنبيع بمقبنة وأتت المعارك عقب هجوم كانت العناصر الإنقلابية شنتها على مواقع قوات الجيش الوطني في ساعات الفجر الأولى وتصدى له الأبطال بكل فسالة نهاية الموجز إلى اللقاء